حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد بن يزيد يعني أبا مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أسيد قال سمعت رجلا قال لابن الزبير أفتنى في نبي ذي الجري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه حدثنا عبد القدوس بن بكري بن خنيس قال أخبرنا حجاج عن عامري بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتتح الصلاة فرفع يديه حتى جاوز به ما أذنيه قال قرئ على صفيان وأنا شهد سمعت ابن عجلان وزياد بن سعد عن عامري بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا وعقد ابن الزبير حثنا يحيى بن سعيد عن أبن عجلان قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا جلس في التشاهد وضع يده اليمنى على فخيذه اليمنى ويده اليسرى على فخيذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره وإشارته قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطائي بن السائب عن أبي البختري عن عبيدة عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كذبا فغفر الله له قال شعبة من قبل التوحيد حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن أبن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إن أنت أكبر ولدي أبيك فاحجج عنه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن أبن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار قال إن لاب مكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وأنكرا أن يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال وما علم ابن الزبير بهذا فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلت فبلغ ذلك أسماء فقالت يغفر الله لابن عباس والله لقد أفحش قد والله صدق ابن عباس لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني مصعب بن ثابت أن عبد الله بن الزبير كانت بينه وبين أخيه عمر بن الزبير خصومة فدخل عبد الله بن الزبير على سعيد بن العاص وعمر بن الزبير معه على السرير فقال سعيد لعبد الله بن الزبير ها هنا فقال لا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يصلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لحول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن كانوا لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكثيرون قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبرا كل صلاة حدثنا موسى بن داود حدثنا نافع يعني ابن عمر عن أبن أبي مليكة فقال ابن الزبير فما كان عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه يعني قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال حدثنا الحجاج عن فرتي بن عبد الله وهو فرات القزاز عن سعيدي بن جبير قال كنت جالسا عند عبد الله بن عطبة بن مسعود وكان ابن الزبير جعله على القضاء إذ جاءه كتاب ابن الزبير سلام عليك أما بعد فإنك كاتبت تسألني عن الجد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لم دون ربي عز وجل لا اتخذت ابن أبي قحافة ولكنه أخي في الدين وصاحبي في الغارج على الجداءبا وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال فحدثني وهب بن كيسان مولى أبن الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير في يوم العيد يقول حين صل قبل الخطبة ثم قام يخطب الناس يا أيها الناس كذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال أخبرني نافع بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صل العشاء ركع أربع ركعات وأوتر بسجدة ثم نام حتى يصلي بعد صلاته بالليل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشامين قال أخبرني أبي عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا من الرضاع المصة والمصتاني حدثنا عارم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن عبد أسعدى من بني مالك بن حسل على أبنتها أسماء ابنة أبي بكر بهدايا ضباب وأقط وسام وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبن جريج عن أبن أبي مليكة عن أبن الزبير قال إن الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله عز وجل حتى ألقاه لا تخذت أبا بكر جعل الجداءبا قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشامي بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حواري وحواري الزبير وابن عمتي قال حدثنا يحيى وواكع عن هشامي بن عروة قال حدثنا مرسل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد مرسل ليس فيه أبن الزبير قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث بن سعد قال وحدثني ابن شيهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال خاصم رجل من الأنصار الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري للزبير سرح الماء فأبى فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتيك فتلون وجهه ثم قال احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر قال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى قوله ويسلم تسليما قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد بن زيد قال عفان في حديثه حدثنا ثابت البناني وقال يونس عن ثابت قال سمعت ابن الزبير قال عفان يخطبنا وقال يونس وهو يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحريرة في الدنيا لم يلبسه في الآخرة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا ثوير قال سمعت ابن الزبير يقول هذا يوم عاشراء فصوموا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ابن الزبير قال ان الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله حتى ألقاه لا تخذت ابا بكر جعل الجداءبا قال حدثنا وكيع حدثنا هشام عن ابيه عن ابن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصة تاني قال حدثنا إسرائيل حدثنا حجاج بن أبي عثمان حدثنا أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبور الصلاة أو الصلوات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لحول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والثناء الحسن لا إلها إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكفرون حتى إسماعيل بن إبراهيم قال أخبران أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبيري أن عليا ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالا إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما أذاها وينصبني ما أنصبها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة ابني كهيل قال سمعت أبا الحكام قال سألت عبد الله بن الزبيري عن الجر والدباء أدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبيري عن عبد الله بن الزبيري قال جاء رجل من خثعمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه فأحج عنه قال أنت أكبر ولديه قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يشزئ عنه قال نعم قال فاحجج عنه حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوبا عن عبد الله بن الزبيري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل النجد قرنا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبن الزبيري أن زمعة كانت له جارية فكان يطأها وكانوا يتهمونها فولدت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي سودته أما الميراث فلا هو أما أنت فاحتاج بي منه يا سودته فإنه ليس لك بأخ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا أبن عوينة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال سمعت عبد الله بن الزبيري وهو مستنيد إلى الكعبة وهو يقول والرب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبيه حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن هشامي بن عروة عن أبيه قال قال عبد الله بن الزبيري لعبد الله بن جعفر أتذكر يوم استقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم فحملني وتركك وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بالصبيان إذا جاء من سفر حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وسمعته أنا من هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله بن الأسود القرشي عن عامري بن عبد الله بن الزبيري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي مسلمة أنه سمع عبد العزيز بن أسيد قال سمعت ابن الزبيري وسأله رجل عن نبي ذي الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي ذي الجر حثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن ثوير قال سمعت عبد الله بن الزبيري وهو على المنبري يقول هذا يوم عاشراء فصوموا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصومه حثنا وكيع حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن أبن أبي مليكة قال كد الخيراني أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بن تميمين أشار أحدهما بالأقرع بن حابص الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره قال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ذلك ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبو بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه